احنا عندنا نوعين من بريئكلمسيا حاجة اسمها بلو بريئكلمسيا وبنك بريئكلمسيا حد يعرف ايه الفرق ما بينهم ايه الفرق ما بين البلو بريئكلمسيا وده بقت المستوحات الجديدة دلوقت فطيب الكلام ده احنا من يعني احنا كجناية المفروض ما احنا عارفينه فمعظم يعني حياتك ونتجانيورو انت اكيد بتقابل مرور اكيد بتمر مع سطوف واكيد بتتحضر حاجة اذا كان بيبر او اذا كان مستر او فممكن ازي ربما يقابلك حد في مرور كده اقولك يعني يكون قري المعلومة كده هي حاجة يعني حاجة اسمها بلو بريئكلمسيا وبنك بريئكلمسيا ايه الفرق ما بينهم هنقولهم لما ناخد شوية حاجات كده هنبدأ اول حاجة في حاجات اساسية نازم تكون حضرتك بتعملها صح وتكون فاهمها علشان تقدر ان انت تتشخص البريئكلمسيا او تقدر انك تحط المانيشمنت بالنسبة لي اول حاجة يعني انت لازم عموما في طول حياتك من اول ما ان شاء الله تتخصص ناسا لحد نهاية المطاف زي ما احنا بنقول لازم تكون عارف ان تجيلك احنا انا بالنسبة لي اي فلوود من فوق او من تحت يعني البيشنت لو عندها تجيلي مباشرة البيشنت عندها ضيارية تجيلي مباشرة البيشنت نزل من المنتكلم عن الفجائنا ايا كان بليدينج او بيبروم تجيلك مباشرة بنتكلم عن مشاكل في تجيلك مباشرة يبقى احنا بنتكلم عن اي من فوق العموما بنتكلم عن وبنتكلم عن بتوعنا بنتكلم عن الفجائنا وبتكلم عن اي حاجة من دول فيهم اي ده مش بس في البيشنت تجيلك مباشرة ليه انت بتكلم ان المشكلة مش مشكلة ان انا هديكي سويل او هديكي سالين لا البيشنت ده ممكن ده من علامات السيفيريتي اللي بري اكلام سوى الهالي ممكن كمان بيتكلم ان البيشنت ده تدخل في دي فيديو ممكن البوموتينج ده من علامات الام اي ومن علامات مشاكل فالبوموتينج من حاجات المهمة جدا احنا منكلم عن تقريبا اي مستشفى في مصر نصر الحالات الموجودة في الاسم هايبر اميسي طيب وبالنسبة للديارية ليه ديارية يعني بيش انت عندها ديارية لان الديارية ممكن من اسباب من ممكن اكل السندويتش اكلت مثلا اكلة كده حاجة كده فيها ممكن بعدها في 12 ساعة 24 ساعة يحصل لها اعراض الابدومنالبين والديارية ده حاجة طبيعية لكن مشكلة بالنسبة لي ان الديارية في اليرلي بريجنانسي بتكلم عن اكتوبك ممكن تكون ربشر اكتوبك في اليت بريجنانسي ممكن البريتيرم والليبر يجيلك بضيارية بيتكلم عن ابراف شغلة سنت هتجيلك بضيارية السبسز حالات كتير عندها ضيارية في خلال يومين تموم من علامات السبسز ليه لان اخي انت ميند ان السبسز عبارة عن بايريكسي البيشن طوالله لو ما حررتها ما ارتفعتش والبيشن جالب سوخنا وجالب بالتكتب من الحرارة يقباش عندها سبسز لأ انا عايز اقول لحضرتك ان البايريكسيا بس عشرين في المية من علامات السبسز يعني من كل مية حالة بتموت بيجيلك السبسز عشرين في المية بس عشرين منهم بس اللي بتبقى درجة حرارتهم في السماء انت عندك السبسز ممكن يحصل عند خمسة وتلاتين وستة وتلاتين وص عادي جدا فالضيارية من حاجات اللي بالنسبة لها مهمة جدا بنتكلم عن البليدنج عموما بالفجانة ده موضوع كبير هناخده في محاضرة لوحده وعلامات اللي بتكلم عن بتكلم عن كل الكلام ده ممكن يدخلها في سبسز ممكن يدخلها في فالبيشانت لو بنتكلم عن ان هي جايلنا في هيدك او بنتكلم عن مشاكل في الاي بايا كان مشكلتها ايه شايفها فلاشات كاميرا قدامها شايفها ان خلاص الرؤية بقت هزي كده قدامها بقت شايفة الموجودين كل واحد اثنين وتلات اعرف ان البيشانت ده عندها مشكلة مش بس بريئك لمسي يعني احنا بالنسبة لنا عن نفل بتاعنا عايزك تعرف ان بريئك لمسي بس الموضوع ده في ضيلمة كبيرة جدا في السينس وكلام ده البيشانت اللي جالك باي بين اي بيجاستر كبين ابدومنا البين لازم تجيلك ببشرة ولازم من الحاجات المهمة جدا ان ان انت اي بيشانت بتجيلك ببين او هيدك او مشكلة في الاي او بنتكلم عن هي مش هي مش شطارة منك ان انت لسه ان لسه بعرف امنج الحالات وانا بقيت جامد قوي والوقت ما فيش زاي والحالة ده شوفها وروحها لا الحالات اللي زاي دي لازم يشوفها سينيور وانا هيحصل فيها مشكلة اي حالة بريف اس وان جالك ببين او جالك بمشكلة لازم سينيوري شوفها لا اي بي سي هي مش تقليل منك بس احنا بنتكلم عن السفت بتاعك كبير قوي انت السفت بتاعنا كبير قوي في الطب علشان كده الغلطة في الطب بتسمع قوي انت معرفتش هاته هاته كانت محد معاك لكن ان انت تاخد الموضوع اللي هو يعني اثبات الزات والاجو والكلام ده اعرف ان انت هتقابل حاجات كثيرة انا شفت حالة كانت جاية مستشفى ومستشفى ولي شايفها برضو حالة وشافها ديارية وكتب لها اميرازون وروحة الحالة مازت في خلال يوم او او اربعة وعشرين ساعة تعمل او 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 افعين ساعة كانت مشكلة كبيرة حالة تانية جالك بوموتين ما تجيش تقول ده ان شاء الله جسترائتس وتمشيها واضح لدي بعيس حالة او مفيش عندك اقاس اعمل لها ذلال لو مفيش ذلال هات اكبر منك ان هو يشارك معك في اتخاذ الكرار وان هو يديها اما ادميشن اما البيشن بتعملات يبقى لازم من علامات الاميرجنسي وبالنسبة لا مش بس في الاحاليات عموما اعرف دايما مهمة اوي اي بلود من ابوف ومن بلو من دو لو احنا بنتكلم عن الثلاث جيران والاورال عموما من الحاجات المهمة جدا. ندخل بعد كده احنا لسه منتكلم في حاجات لازم يعني اموما نتعرفها. بيتقس الضغط ازاي? احنا تقريبا بتكلمو عن يعني ده يعني سكرينج عموما كده عملو للدكاترة اللي اقول ان تقريبا تسعب سعين من الدكاترة. ما بيقسوش الضغط صح. وتمانين في المية بيبقوا عارفين ان هم غلطانين وما عندهمش الخبرة كافية ان هم بسبب مشكلة امكانيات او مشكلة اجهزة. فقاس الضغط ده مهم جدا. اول حاجة انك كل طيط طبعا ولازم يكون الارم في تاع الهارت مهم جدا جدا. ولا اعلى ولا اقل مهم جدا. وهي حاجة كمان ان انت تستخدم ما نفعشي. انا بشوف كتير دكاترة كتير. وبيحاول ان هو اول ما يبدأ يشتغل بالبامب ويرفع الضغط يلاقي ان خلاص الكاف بدأت تفتح. فهو بالزكاوة المصرية. دايما التمريد دايما. دايما التمريد ده هما اللي عندهم الزكاوة دي. اتلاقيها يعني قدرة بتحط ايدها اللي هو عشان قال ايه يعني ما يتفتحش تاني. اعرف ان انت ما بتقس ما بتقس الضغط. انت يعني انت بتهزر واحنا بنهزر وما فيش الكلام ده. انت وانس ان حاجة زي ده حصلت خلاص انت اقس الضغط عندك او الجهاز ده ما ينفعش انك تاخد عليه قرار. ده تقريبا. والكلام ده انا احسب عليه اكتر من ثمانية في المية من المستلفات وده كترة فيهم الحتة دي. وخاصة من التمريد. وتلاقي جهاز ضغط وحيد حزين بيلف في الاسام كلها. فمهم جدا انه قبل ما تشخص بريق كلمسيا وقبل ما تعرف بريق كلمسيا. ان انت تبقى عارف ازاي تقيس الضغط. حاجة مهمة جدا ان انت بس ترفع اكتر من 2030 من الضغط اللي انت حسو بالبالباشن يعني ما متوصلهش لي ميتين ميتين وخمسين اللي هو انا ايه انا لا مش كده طبعا انت بتعمل تشوف ان انت مثلا مية وعشرين او بنتكلم عن الضغط اختاف عند مية وعشرين خلاص اخرك مية واربعين. الضغط لقيت ان البالس اختافى تماما عن مية واربعين يبقى انت اخرك مثلا مية وستين. يبقى انت بتزود عشرين بس من اختفاء الضغط من ايه من البالستيشن بتاعك. بحقيقة كمان وحنا بتحول انك انا بلاقي فيتا كاترة في خلال مش خمس ثواني في خلال ثلاث ثواني سانية ولك ضغطها مئة واربعين تساين. وانا قاسه بنفس يا دكتور. تجل تقسه وراه. اتلاقي الضغط مئة وثلاثين ثمانين. اتلاقي ضغطها ازا كان اعلى او قال. ليه? لان هو اول ما بيزود الضغط كده هو فاكر ان الشطرة ان هو على طول مباشرة. طب لازمتها ايه? لازمتها ايه? ما بدل كده احنا ما نقس الضغط وخلاص. انت مفروض وده ايه? ان انت مفروض وانت بتقلل تقلل كل اتنين. يعني تقريبا في الثانية يعني انت تقريبا لو انت مفروض ايه الضغط اعملتي ايه الضغط بتاخد منك مفروض الصح. يعني الصح من دقيقة لخمس دقايق. مش بقى في. لان احنا كل دكترة النساء مشكلة يعني مشكلة مستشفيات فيها. قصور كبير في الاستقبال. فبينزروا بتطور النساء للستقبال. فبيشوف مت حلف في الساعتين بتوعه او ثلاث ساعات فخلاص وصل لمرحلة ان هو قرف من الشغل. فاي حلقة قدامه ايه كان هو بقمجة حط السماعة يعني هو ايه? وفي خلال عشر ثواني انا قسط له الضغط. وتلاقي مثلا تلاقي نايب مثلا متعجر في شوية ربنا يهديه ويكرمه. عايز يعاقب سينيور فعايز يعاقب واحد من الجناير فيقول له روح هو شايفها عقاب. لكن انت تقريبا انت العموما في اي حالة في الاسم انت من علامات اللي هو البوابة اللي بتدخل بيها. يعني بتشوف الضغط ازا كان عندها هيبوتنشن هيبوتنشن تقس الضغط. بس طبعا انت بتبقى عايز مسلا عندك عشرين ثلاثين حالة خمسين حالة عايز تخلصهم في اربوات عشان تخلص من ايه? من الاجريسيب ده. لكن احنا المفروض نقس الضغط تزود عشرين وانت بتقلل بتقلل اثنين. طيب اي ريئيات الضغط دايما في القادة عموما في اي مكان وفي اي بغير عالمية انت بتلاقيها الاقرب اتنين. احنا بالنسبة لنا الاقرب زيلا اما تلاقي الضغط مية اواربعين اي مية خمسة واربعين هو ده الضغط عندنا في مصر Umie وثلاثين مية خمسة وتلاتين طيب في مية و 31 لمفيش بس في مية اثنين وتلاتين في مية اربعة وتلاتين في مية ستة وتلاتين في كل كل الكلام ده يعني انت من مية واربعين لمية وخمسين انت عندك تقريبا ست اياسات ضغط احنا بالنسبة لنا هم حاجة واحدة ايما مية واربعين ايما مية وخمسين يعني انت ابيض يسوي لا طبعا الحاجات دي من الحاجات المهمة طبعا يعني من اياس الضغط هو البوابة بتاعتك للهايبرتنش للضايبينس. ندخل على البريك لامسيا طيب انا استكم مرة الدكتور محمد اس مرة ام جاي جاي بقال لك يا احمد ضغط مية وخمسين تسعين احمد جي الدكتور احمد جي اس فلقى الضغط مية واربعين تمانين. الدكتور محمود جي اس الضغط فلقى مية وستين تسعين. فاتصلوا بالاستشارة والخاصة اللي معاهم جي اس لهم الضغط لقى مية وخمسين تمانين. معنى كده ان انا مبقللش من ده لان دي مستيك كبير. تلاقي ان يعني الجحبز اللي جاي واقس الضغط بنفسه يقولك ايه انت بتعرفش تقسه الضغط. انت لم بتعرفش. ليه? انت اللي اصد ضغط ضرر للكتور. ورجل فاهم او نيرس وفاهم برضى شغلاء. طيب. هو مفروض ما ما نقللش من كلامه. ومفروض ان انت تاخد كلامه فيه اعلى الاعتبار. احنا لو عندنا اربع اياسات انت بتلغي اول واحدة. وبتاخد المين بتاع التانيين. يعني ايه? متوسط التانيين. انا في خلال ساعة تمن ده خطرة او انا عند تمن انسات ليها. انا عايز اعرف الاراية بتاعتي. كام بالزبط. فكل الاراية دي انت هتقسها وتقول في خلال ساعة والله قم ضغطها مية واربعين خمسين. ما بديش بقى تقول من خمس دا كان كزا ومن عشر باقي كان كزا. لا هو لما بتجي تبلغ بالضغط انت اول اراية بس اللي بتلغيها وبعد كده بتحاول ان انت تكمل البيشنط طيب. ندخل بعد كده هنقس الضغط ازاي? او ده ازاي نقس الطبيعي للضغط? ان البيشنط لازم من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. حتى في عيادتك ما ينفعش البيشنط داخل لك من عيادة وانت في دور الرابع على دور التالي مش اسنصير وجاية من مشوهر. واول ما بتدخل لك العيادة تقوم انت على طول ايه? ايس لها الضغط. وانت بتقس لها الضغط عشان وقت الحالات اللي عنده وكي بتتكلم. يعني فهو اللي انت كده بواسط الدنيا. ولا البيشنط ارتاحك. وكمان اللي سبيكينج ده والسبيتش اللي بتعمله ده هيغير من اريات الضغط. فمهم جدا ان البيشنط تكون كارل موسيلانت جدا لمدة خمس دقيق. حاجة كمان تكون مانفعش يعني بشوف حالات كتير ان البيشنط يعني بتحاول ان هي حالة ازاي دي بيغير من اقسى الضغط. بيعمل اقسى الضغط بيقيمة بيزود خمسة او بيقال الخمسة. بنتكلم كمان ان مهم جدا ان الليك زيما احنا شايفين كده. ده مهم جدا في عياتك. يعني مانفعش الجيشنط تكون قاعدة زي ما احنا بتقول كده حطى رجل على الرجل ولا قاعدة مش عارف ايه ولا مش قاعدة مزبوط. لا اصلاق الضغط. ده ما احنا شايفين البيشنط تماما وفي مستوى القلب تقريبا وبتكلم عن الفوت لمسة الفلور. ومتكلم ان ده من الحاجات المهمة جدا هو اهم حاجة ازايك اخبارك ايه وبنت اختك عامل ايه وبنت خلتك ومجاتش من زمان ليه ومن الولد. طبعا انت يعني فهو ده مستيك كبير احنا كنا بنقعة فيه. ان انت بتقسى الضغط ده طبعا بسبب طبيعة يعني المنظومة الطبية ان انت عايز في اقل وقت تشوف اكبر قدر بالحالات فانت بيكون عندك مستيك كبير. الصدمة الكبيرة ان حالة من دول هتجيلك كمان اسبوعين وتجيلك تقول لك ان هي عندها برئيك لمسة الحالة ماتت. وتجي تقول والله العظيم كانت بتتبع عندي ودي شفناها كتير. شفناها كتير كانت بتتبع عندي وكل قرياتها سبحان الله. لا هي كل قريات بتاعتها من اول عشرون اسبوع بتزيد وانت مش ااخد بالك. بسبب ان انت مش عارفت ايه صدرت. ماشي? فديهم الحاجات الايه المهمة. حاجة حاجة كمان ان المفروض ان الهند بالنسبة لنا يعني بتكون مفروضة ما تبقاش عامل الايه مهم جدا ان البيشن تكون ولا في ولا في في خلال نصة ساعة. فالبيشن مفروض تكون امت بلدر? وامت سطومك ان الحاجات دي بتغير من ايه ستضغط. انت اللي احنا قولنا ده شوف مع نفسك كده انت بتقس الضغطة صح ولا لا? هتلاقي فيه مستيك كبير من الحاجات اللي زيني. فدي من الحاجات احنا مش بنكلم حتى انا حتى عايزك توب اشغل صح. حتى في بتاعك حتى في شغلك حتى لما يجوا قيموا حالك. توب انت الجكر اللي بيجي يحط لهم الحل. العمى دلوقات واحد بقول الضغط مئة واربعين خمسين والتاني بقول مئة وثلاثين تمانين. طيب انت اللي بتيجي تشوف الكلام ده. لازم يكون زي ما احنا بنقول بتاعنا في قاس الضغطة. ندخل بعد كده على يعني احنا بكنا متكلم عن قاس الضغط مئة واربعين تسعين ده يعتبر لكن لو في الهوم دلوقت في الجايدلاين بتكلمه عن مئة خمس تلاتين خمس تمانين. مئة خمس تلاتين خمس تمانين لو بتتابع في البيت. وقيت لك انا ضغط مئة وثلاثين تمانين او مئة خمس تلاتين خمس تمانين اعرف ان الحلق دي عندها احنا بالنسبة لنا وده كلام جديد. ده كلام جديد جدا خلي بالك منه. يبقى احنا بنتكلم عن هو الطبيعي بتاعنا مئة واربعين تسعين. لكن لو هي في البيت في الهوم وجدت بالتابع إليس الضغط ولقيته مئة خمس تلاتين خمس تمانين اعرف ان ده عندها كان كلام قديم ولسه لحد دلوقتي بعض الزمنة ماشيين به. اللي هو ايه? انا عرف ان الحلق ده تدخل في بريك لمسيا بالفن كده. بقس الضغط مرة واحدة. ان انا اشوف والله لو لقيت ان السيستول بتاعي السيستول بريشر لقيته اعلى من تلاتين وضيستول اعلى من خمستاشر اعرف ان الحلق دي غالبا تدخل في بريك او الحلق ده عندها بريك لامس. يعني ايه المعنى? يعني الحلق كانت ضغطها طول حياتها مية ستين او مئة سبعين. خليها مئة سبعين. مئة سبعين. انت تقس الضغط في مرة فلقيته ده مية وتلاتين. وهنا بنتكلم عن خمسة وتمانين. فبنتكلم ان ده خلاص ده عندها ايه? بريك لامسي. ليه? لان انت عندك بتاعك زات تلاتين. وعندك زات خمستاشر. الكلام ده تلغى. الكلام ده معدش له وجود في الوجود. من الفين وترتاشر. بس لسه حد النهاردة بتعمل ده في مصر. من الفين وترتاشر الكلام ده معدش له وجود تماما. معدش له اساس من الصحة. ان انت من آآ من قريب ضغط واحدة. تقدر تقول والله ان البيشن ده تدخل في اكلامسيا. ان البيشن دي جنبري اكلامسيا ولا لا? مفيش الكرات. احنا بالنسبة لنا الديستول بتاعنا مفروض. ودي بقى من الحاجات المهمة جدا 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 جدا. حضرتك وانت بتتابع. والحالة بريك لامسيا ضغطها ما يقلش. هي مش شطارة ان ضغطها يقل عن ثمانين. يعني انت الضغط لازم يكون عند الديستول بالذات. ليه? لان الديستولك ده هو اخطر ضغط. ليه? لانه هو اللي بيحصل عنده في الحال اللي زي دي البرد بيوصل للهارد. وحاجة كمان البرد بيوصل للاسلتر. فمهم جدا ان احنا في اراياتنا ان انت تخلي بالك ان الديستول بتاعك ما زيتش عن او ما يقلش عن ثمانين. ليه ما يقلش عن ثمانين? علشان ما يأثرش على فممكن البيبي يحصل له ممكن بيلي يحصل له صدر ما يقف دي. لان احنا عندنا لما بتقلل الضغط. ارايات الضغط يعني لما تلاقيه سبعين كده وانت مبسوط او خمسة سبعين اعرف ان انت بتقلل تقريبا البرسويت تقريبا مية وخمسين جرام. فكل ما الضغط بيقل كل ما انت البيبي ده هيدخل عنده اي شعار. ناخد بقى نبدأ بقى محاضرتنا باسم الله كل الكلام ده كنا بنبدأ كده نمهي ده المحاضرة نبدأ بقى البري اكلامسي. يعني ايه بري اكلامسي? البري اكلامسي اللي احنا كنا من سبيه نسمهم الحمد. طيب او لازم تبقى انت عارف ان اي ضغط ظهر بعد عشرون اسبوع. هو دايما عشرون اسبوع ده بالمسبلنا هو اي حاجة لها علاقة بالحمل. يعني اي ضغط اي سكر بعد عشرون اسبوع ده ليه علاقة بالحمل. اي اي حاجة لها علاقة بالحمل تبدأ بعد عشرون اسبوع. انت دايما بيكون عندك بري اكلامسي يعني ايه بري اكلامسي بعد عشرون اسبوع. يعني الضغط بدأ يزيد. مية واربعين تسعين. بدأ تلاقي عندك زولاني. بدأ عندك بروتين في اليورين. بيتكلم كمان ان فيه قديمة. بدأ ان البيشنت الابدون بتاعتها تزيد. وبدأ ان كمان له اه اليم بقديمة. وده الترياد اللي احنا كلنا متعرف عليه. متعرف عليه. في الدنيا كلها. لما تبقى البيشنت كده بعد عشرين اسبوع دخطها بدأ يزيد عندها قديمة. ده بس مش معنى كده ان هو دفع عن البيشنت. يعني البيشنت لو دخطها بس زاد ومع حاجات تانية. انا لازم لا والله لازم الابدين التانية يكون موجودين الابدينة والبوتنورية. لأ. لكن احنا عندنا البريكلمس يعني ايه? المتعرف عليه يعني ايه? بيتكلم عن انه بعد عشرين اسبوع او بعد الشهر الخامس بدأ الضغط يزيد مية واربعين تسعين. وبدأ ان الحالة يكون عندها زولال في البود. وبدأ كمان بتكلم عن الابدينة الموجودة. بالنسبة لنا ده كبوس لأي دكتور ناسا. ليه? لان انت حتى لو عندك اه ضغط الحمل بس. الضغط ده ممكن وارد جدا حتى لو عندها كرونيك هاي برطين عشان قبل الحمل. عندها الضغط قبل الحمل. وارد جدا ان بعد عشرون اسبوعات تقلب بريكلمسي. وارد جدا لمشاكلها. وارد جدا بريكلمسي ده تقلب بهلب. وارد جدا بريكلمسي تقلب بهلب. وارد جدا تقلب. فانت بتكلم عن ده بالنسبة لنا كبوس. بريكلمسي هي من حاجات اللي ما قدرش نهزر فيها لان انت عندك مش بس الام ده ممكن البيب يحصلوا ايو فو دي وهنزل عنده ايو جي ار وهنزل نحتاج ناديه وهنزل نحتاج مشاكل موربوليتي وموربوليتي عالية جدا ايه انواع الهايبرتنشن ده حاجة كده تبقى انت بس ايه مش منها شرور بس انا مر عليها سريعا عشان تبقى انت فاهم عن ايه الهايبرتنشن وده طبع الاخر تصنيف في الاس او جي انت عندك كرونيك هيبرتنشن كرونيك هيبرتنشن هو الضغط اللي انت شخصته قبل الحمل او الضغط اللي تشخص قبل عشرين اسبوع قبل عشرين اسبوع قبل عشرين اسبوع قبل الحمل اسمه كرونيك هيبرتنشن طيب بعد عشرين اسبوع وضغط بس فبتكلم عن ده هيبرتنشن ليه على وقاب الحمل احنا قلنا اي حاجة بعد عشرين اسبوع يبقى لها على وقاب الحمل مرتين الضغط واربعين تسعين بينهم اربع ساعات. انت بتتكلم عن ده. ده انا قدر عمل دياجنوزيس. يبقى احنا عندنا اي ضغط قبل عشرين اسبوع. اي ضغط بعد عشرين اسبوع. البريق كلمسي. البريق كلمسي يعني ايه? الضغط الاستمرار بعد عشرين اسبوع. او بدأ بعد عشرين اسبوع. وبعد كده ظهر مع بروتنوريا. مشاكل في الكيدني. مشاكل في الليفر. مشاكل مشاكل في اللونج. مشاكل في البلد. مشاكل في القوي. فانت تقريبا او الهيدك او الكلام دي تتكلم عن هو أو كل الارجن الموجودة في الجسم بتبدأ تتغير. يبقى احنا عندنا هي عبارة عن بس معاها ايه? معاها في عندنا بقى لو في وظهر عليها متلاقي في بعض الناس اللي بتتفازلك كده. يعني خاصة في ناس معروفين كده. يجيوا لك لأ ما فرقتش لازم تكتب له سور بوز. ما تكتب ليش بريق كلمسي. يعني هتفرق ايه في المانشمنت يعني. يعني ده هتفرق ايه في المانشمنت. لأ هو شغل اللي هو ايه? عايز حافظ كلمتين ومش عارف معناها ومش عارف دي يعني ايه فهو عايز ايه? يباني اللي هو يعني يفاهم حاجة. ايه? البروتنوريا هنعملها ازاي? نبدأ بقى شغلنا بقى. الحالة اللي عندها بتعمل ايه? كل اللي بتعمله بس. ده اللي احنا بنعمله. مفيش اكتر من كله. كل اللي بتعمله حضرتك بس. طيب. ليه ايه? انت على طول هتعمل ده اللي انت هتمشي عليه طول حياتك. طيب مش هجمع ليه هقول 24 ساعة طيب اول والكلام ده. كل الكلام ده هتلقى ملهوش رؤول. يبقى انت الاساس بتاعك بس كل الموجود اللي انت هتجيب الايه? التبستك. بس هو كل اللي احنا بنقول ده. الستريب الموجود ده. لو بلاس وان يبقى انت هتعمل البيسي آر. اللي هو البروتين كريتين رشو. او حاجة اسمها ده مش موجودة بتعملش قوي يعني. اللي هو البيسي آر بتاعك لو اكتر من سيرتي الحالة ده عندها بروتنوريا. يبقى ازاي بتشوف البروتنوريا? ازاي بتدور على البروتين? في بعض الناس بيجيبوا مسلا ممكن تكون آآ 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 بوبة الانتيبيوتك. يخسلها كويس ويجيب اليورين ويبدأ ان هو ايه? يسخن تحتها باي آآ 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 او كده لو حصل طبعا ده طبعا ده حاجة كده احنا بنسميها يعني لكن طبعا حاجة تعملها شغول كمان موفيش لها افدنس للكلام ده هو ايه الموضوع? اللي هو ده بيستمك. او جون اناليسيتز وانسان لقيت بلاس وان بروتنوريا لازا بتعمل لها البسي آر. ندخل تاني. ايه الفرق ما بين البلو بري اكلامسيا? زمنة ده كانت سؤال واحد من الزمن في الدكتوراه. داخل كده الابقى هيا عدها بري اكلامسيا وبي غنيン في فميل. زميلة ده بقى له ثمان سنين ما نجحش في الدكتوراه ومش هنجح طالما الاصطف الموجود ده قال له انت زي العسل فهو ما فيش حاجة اسمها blue pink بالطريقة دي blue pink lambs اللي هي الاسم الثاني early pink lambs قبل اتنين وثلاثين اسبوع الب pink lambs اللي هي late pink lambs اللي بعد اتنين وثلاثين اسبوع بس كده هي بس هي دي بس ندخل بعد كده على انواع break lambs انت عندك break lambs يعني ايه اهم حاجة الضغط بتاعك موصلش مية وستين مية وعشر موصلش مية وستين مية وعشر في اي وقت ده اسمها break lambs حاجة تانية ان احنا بتكلم عن ان ال patient ما فيش عليها على اي يعني الفكرة كلها ان انت عندك patient عندها ضغط وزلال طيب فين المودرت اطلاغت معادش عندنا مودرت معادش في مودرت هو اسمه ميلد وبعد كلاسيبير على الطول يام او احنا بنسميها دلوقتي ياما normal break lambs معادش في ميلد كان الاول مودرت سيفير الميلد من مية واربعين آآ لمية وخمسين المودرت من مية وخمسين لمية وستين بقى الكلام ده تلغى يبقى انت عندك الميلد طيب السيفير break lambs اللي هي ايه نفس الفكرة break lambs بس معها اي اورجن في الجسم بدأ ايه بدأ يتضرب معي يعني عندك blood فالبلاد ده تلاقي في عنده سروب سيتوبانيا تلاقي فيه هموليسز هتجي تدخل على ال liver فتلاقي الكريات هتلاقي الانزايم بدأت تزيد هتدخل على ال CNS البشانت عندها اكلمسيا بدأ من البشانت يجي لها هيدك ما الهيدك ده من علامات ايه ما الهيدك ده من علامات فيه مشكلة في ال CNS البشانت تدخل معاك في اكلمسي ميتكلم عن ال long respiration بدأ فيه مشكلة بدأ فيه ديزنيا بدأ فيه بولمونرا اديمة متكلم عن الكريات بدأ يزيد اليورن بالنسبة لنا بدأ يقع الhypertension بدأ يزيد كل الكلام ده من علامات ايه من علامات سيفيري باحنا عندنا الميل بري اكلمسيا الفكرة كلها انا عايز اعرفه تعرفه النهاردة فيه عندنا بري اكلمسيا ضغط مع زلال طيب طالما الضغط بتاعنا موصول 610 مفيش اي اورجن في الجسم عنده تأثر ده اسمه غير كده يبقى اسمه فيه عندنا بقى ال early وال late اللي احنا بنسميها البلو والبين اللي هي بدأت قبل الباوتر تليش مهم في بوست بارتن بري اكلمسيا بوست بارتن بري اكلمسيا ده يمكن اكبر مشكلة ويا رب ما نشوفها كلنا لان ده هي اللي بتوقع الدكاترة كتير قوي بوست بارتن بري اكلمسيا يقول لك الحالة كانت كويسة ومولدها وزي الفول بعدها بيومين ترات ايام الحالة جايلي ننكلم باسعاف وكان حصل لها فتس في البيت ماروتين ثلاثة وبايشن تيجي تبص على الليور نزايا بتاعتها بايشن دخلالك في هلب البايشن بتبط بعدها ايام منك اللي يا دكتور انت السبب ان انا ما عملتش حاجة الفكرة كلها ان بوست بارتن بري اكلمسيا هي اللي بتبدأ بعد ومن اسوأ انواع تقريبا تلت حالات بري اكلمسيا بتبقى بوست بارتن في عندنا البلاسينتل والماتيرنل البلاسينتل ده اللي هي ايه اللي هي الارلي اللي هي البلو والماتيرنل اللي هي الليت او هي البلو طبعا ده من الجايد لاين وممكن ده في الناس اللي داخلين او دايما الناس في جامعة او كده هتلاقي الاسامي دي بتتقرر عليك وتلاقي ان فيه الصف او فيه سينيور بيسألك بالحاجات دي يقول لك يعني ايه مالد بري اكلمسيا وانت طبق انت فاهم يعني الفرق الارلي بري اكلمسيا ده سيفير بري اكلمسيا العيل ده ممكن يكون عنده كومبليكيشن العيل لا هيكون ممكن يحصل اي او جي ار اي اوف دي هحتاجي انها ولدها بدري بري اكلمسيا جايلها جايلها بري اكلمسيا عن 28 اسبوع عكس الحالة اللي جايلها بري اكلمسيا عن 36 ده حاجة وده حاجة البر اكلمسيا برضو حاجة عشان احنا فاكرين البي دي اف ده هنزلوكو على الابطو ديت ان شاء الله عشان نفتكر ايه اللي بحصل مع البر اكلمسيا انت هتلاقي تقريبا كل اورغان في الجسم بحصل فيه معه مشكلة فمش مهم الكلام ده خلص ليه لان البر اكلمسيا اول ما حد تدخل لك الهوزبتل بتعمل لها الفول لاب ده اللي هو ايه هو الناس حتى لو انت فول لاب كده وبعدتل اي معنى اللي هو وظائف الليفر بتتكلم عن الكلة بتتكلم ان البيشن تعمل لها بلد عشان تشوفوا الصور موسيطوباني اخباره ايه وعلامات البيشن تكون جاية عليها بعلامات زي مسلا بيتكلم عن هفذر كمتانا مع البيجسترين وكلم تاني يبقى البر اكلمسيا احنا بيتكلم عن فيبروتنوريا والديستولك بتاعك موصلش مية وعشر ده اسمه ميلد بري اكلمسيا البر اكلمسيا عموما باسمها بري اكلمسيا بس اقوان ترى اسمها ميلد بري اكلمسيا معك لحد مية وستمية وعشر ماشيه؟ طيب السيفير لا وصلنا اكتر من مية وعشر او معاها ايه اي علامة من علامات الايه المشاكل الموجودة اما في اللاب او موجودة البيشن تلتيجة بيه تقولك انا عندي مشكلة في الرؤية بتاعتي عندي مهدك عندي مشكلة الايكلمسيا الحال اللي جالك بتشننك ماشي؟ يبقى هما دول الثلاث حاجات اللي انت حضرتك هتبقى مطالب بيهم وتبقى انت عارف ايه الفرق ما بينهم ناخد بقى الكلام بقى المكتوب في الجادلين عبارة عن ايه؟ ده في النايس بيتكلم عن ايه؟ ان انت اي حالة تعمل لها ادمشا؟ اي حالة تعمل لها ادمشا؟ مش هتولدها تدخلها معاك الهوزبتر ادمشا؟ لو لقيت ان هي سيفير بري اكلمسيا ضغطها مية وشتين مية وعشر تلازم يعني الحالات التانية ممكن تكون او ابدما تاقل ممكن تكون او ابدبكل مهي الحالة ضغط زلال بس معايش اي مشكلة تانية ما Borse حالة ضغطها مية واربعين تسعين وعندها زلال بروس وعندها وعندها بس finestuytem מהها روح لا احنا بتكلم عن الضغط زلال فقط والضغط ما زيتش عنSí علىو احد واشتنى معش rejected policy لو لقيت بقى في مشكلة في الكريات الكيدني او في الليفر او لقيت سرومبوسايتوبانيا اي حاجة من دي الحالة مباشرة لازم بتعملها انا مليش علاقة بقى بالضغط هنا ولا الزلال انت لقيت الحالة دي ضغطها مية واربعين تسعين حاجة لسه ماني مرخل اهو بس لقيت معا سرومبوسايتوبانيا تتحجز معاك او منتكلم عن ان بدأ يجي لها اعراض الاكلامسيا او او في مشكلة في البيبي دي كريست فتال موفمنت ايو جي ار البيبي في عملت له فالأتن من البيشن او في مشكلة في او مشكلة في اعرف في الحالة زي دي ان انت محتاج البيشنت ده تبقى معاك في الابباشرة يبقى احنا بالنسبة لنا البريكلامسيا يبقى انت ده تبقى او بيشن يعني ايه بريكلامسيا الاوة بيشن الا ضغطها ما وصلش مية وستين مية وعشرة وهنعرف انت باعها ازاي والزلال بتاعها طبيعي العادي بلاس وان بلاس تو ايا كان بقى الزلح بلاس سريد كل الكرام ده قاعد ده في البيت في الهوز بتاع في الهوز بتاع وانس ان انت لقيت مية وستة مية وعشر بس الواحد او لقيت اي ارجن بدأ ان هي يتغير او لقيت ان البيشنت جاي لك باعراض الاكلامسية او في مشكلة في البيبي او منتكلم ان البيشنت جاي لك باي حاجة كليك التاني هي بريك اكلامسية بس عندها مشترف ديبيتس بس ربشة ممبر فانت دي حاجة ودي حاجة امتى تولد حالات البريك لمسي امتى نولدها من غير كلام يعني احنا منتكلم هنا كنا بتكلم هناك نعمل لها ادمشن كل ما هو سيفير بريك لمسي هتعمل له ادمشن طيب امتى تولد في فرق ما بين ده عشان فيه دكاترة بتلخبط بالمندي يعني ما بين منتكلم عن الامتى نعمل ادمشن وامتى تعمل مش بس في مش ميتكلم في امتحالات بتتكلم في مانجمنت بتكلم في يعني حالة بتمر عليها الصبح فتلاقي الحالات ده اخطها مسلا مية وستم وعشق تعملها ده يا جماعة يا الله نعمل الله على بركة الله هو بالسهل كده لا لا بش في شكلم ده طبعا انت هتعمل لها ادمشن طيب انا عايز بس اقول هنا نقطتين مهمين جدا احنا بالنسبة لنا الكريات في الحمل الطبيعة بتاعنا نص هتلاقيه مكتوب في المعامل وفي مستشفىات وزارة الصحة والجامعة ان الحالة يجي لها الكريات واحد ونورمال ده مش نورمال يا فني الحالة دي عندها بدأ يدخل عندها احنا بالنسبة للكريات بتاعنا في الحمل نص ليه لان هو بيقل الكريات بيقل في الحمل بسبب اللي بيزيد وبسبب اللي بيزيد وبسبب كلام محنش عايزين ندخل في تفاصيل يبقى الكريات بالنسبة لنا نص ده انت يعرف ده النورمال يعني الحالة الكريات بتاعها ده مشكلة في مشكلة هنا في الكريات واحد يعني الكريات واحد ده ده كريات واحد وثنين من عشرة وبيجي لي في المعامل ان الطبيعي معنا لحد واحد وثنين من عشرة ده نحنا عندنا في اللي هي حاجة معينة ده اهم حاجة واللي عايز تطلع به المحاضرة من هلا. مش عايزين نعرف اي حاجة تانية. ما ينفعش الكريات بتاع اللي بيش هات واحد واثنين من عشرة. وتقول ده نورمال. والحالة بعد الولادة هتخسل. حالات كتير بتخسل. وتتحجس وتلاقي الكريات مقوم. وعد الولادة وصل اربعة وخمسة. في مشكلة في الكريات. الكريات بتاعك بيقل. وبنتكلم عن الليمت بتاعنا بوينت فايف. ما يشيب? ندخل بعد كده امتى نولد الحالة? نولد الحالة لو انت لقيت الضغط ما بيقلش. يعني بنسميه الان كنترول او انا جربت معاها كل الادوية اللي انا اعرف. وكل الدوزز. ضغطها هم مبرجعش للطبيعي. هو الطبيعي عايزه يكون كام يعني يا دكتور. الطبيعي عايزه مية خمسة وتلاتين خمسة وتمانين. الضغط اخره مية وخمسين خمسة تسعين. انت ولد اولد. مش عارف ارجع على الضغط للطبيعي. او انت مفروض تعمل ده تارجد ده تارجد بتاعي. يبقى الان كنترول نقصد به هنا. مش الضغط اللي فوق المية وستمية وعشرة وبينزلش. لأ هو بنزل. بس ما وصلش للطبيعي. يبقى مش الديت لابي برس. الديت على الضميل. الديت نفدبين كل قطعة مع بعض. ما يجبش نتيجة. يبقى الحالة دي فيها مشكلة. بيتكلم ان البيشن بدأ ان الستوروشن بتاعها يقل. فيها عندها بلونر قديمة. فبدأ ان الاكسجن اللي وصل لها يقل. فانت اللي في حالة زي دي في مشكلة. لازم اولدها. لقيت ان انت راكب الزحليقة. الحالة دي بتضع منك. البيتلت كلها. كل مدى يعني الامور كومبليكيزت اكتر. اولدها. يعني الحالة كانت دخل لك مية واربعين. جيت تتابعها زي هنعرف المتابعة زي الاقتها مية وعشرين. تتابعها تلقيتها مين. تتابعها تلقيتها تمانين. ما تجيش تقول له والله استنى شوق. استنى ايه? الحالة ماشية معاك. او الحالة فيها كومبليكيشن. نفس الفكرة في الكريات. كانت دخلها معاك كرياتها. بوينت سكس ستة امن عشر. بعد كده وصل بوينت ايت. بعد كده واحد. بعد كده احط اتنين من عشر. ما تجيش تقول السنة اصلا فيه ممكن ترجع تاني. اصلاحنا نحاول اقول يا رب. اه كل حاجة بأمر ربنا. بس من الموضوع العلم والطب مفيش في الكلام ده. البيتلت بدأ يحصل لها مشاكل في النيورو. نتكلم عن ان البيتلت عندها او العيل اي اوف دي. او عملت دوبلر لقيت دوبلر بتاع البيبي ده اب نورمال. فانت في الحالات اللي زي دي. انت لازم تولد مباشرة. يبقى هتولد امتى? انا عندي ضغط. مفيش منه امن. باي حامل احوالي. عندي الامور في الاسوأ. في النازل. عندي مشكلة في اللنج. اللنج بتاعتي بدأت تتأثر. وعندي في مشكلة في مدمنة القيمة. عندي مشكلة في البيين. البيين عندي البيشي نجد Zuglab بهيدك. البيشي رجل هي اي مشكلة تخص البيين. تدخلacak الاعطول. البيش понимаю من الحاجات اللي بتعمل ممكن البيشdir nobodybed ouch. او احاجات تدخل عموما او حاجة اسمها. الحاجات دي بترجع بعد البيككلمسي. عموما وتبقى طبيعية جدا بعد الولادة. او الابرابوا بتجاوناب دي او مشكلة فو يعني انت بتتكلم عن في مشكلة critical لازم بتاخد فيها بالنسبة لنا الدياجنوزز عموما والكلام ده احنا مش مهمين او هنعالج امتى? ده او هتعالج ازاي? احنا الجايدلاين بنكلم عن مية واربعين تسعين. احنا دول يمكن اكتر او يمكن الناس المهتمين او بالبريكلمسيا. انت عندك بتكلم عن استراليا بتكلم عن استراليا ايرلندا بتكلم عن المانيا كويزلاند كل الكلام ده. ال اس او جي النيس اللي هو ال يو كي. كل الكلام ده هم مغيرين في التريتمنت اي هم مغيرين في التريتمنت احنا التريتمنت انا نجيب بس استراليا عشان افكرك ان ما تجيش تقول ان زميلي غلط في حاجة. يعني انت هتلاقي لو انا ماشي على استراليا مفروض عالج لما عالج لما تضغط مية وشتة مية وعشر. فهتلاقي بعض من الزمله مش هيعالج الحالة هو ماشي على استراليا. وده افدنس بيزدو جاهد بعين انا مؤتمن بيه. طيب هتلاقي واحد تاني يقولك ما بيفهمش حاجة. ده مفروض يمشي على مية وخمسين مية. طيب انت ماشي على طبع ايه? انا ماشي مسلا على طبع الكويزلاند. لا انا همشي بقى عن نايس مية واربعين تسعين. هو ايا كان انت بتبدأ تريتمنت مية واربعين تسعين الليمت بتاعك مفروض ما يقلش عن تمانين. من اي حال من احوال الديسطول. ده اللي احنا ده احنا اللي يهمنا. الديسطول ما يقلش عن تمانين. عشان العيل ما يحصلوش مشكلة. بحصلو اي شيء. نبدأ يمكن احنا لو وقتنا لو ما كفاش ناخدها اسبوع بجاي التراتمينت يتكلم فيه باستفادة. هناخد عشان نتكلم فيه. وديه مهم جدا ازاي تمنى البريك لامسيا. البريك لامسيا يمكن الحاجة الوحيدة في في اي جايد لاين في الحياة ان انت كل ما بتشوف البشينت في وشك لازم بتعمل لها يعني روتين روتين. انا روتين ان انا اعمل في كل زيارة. علشان كده لما ان حالة بحصل لها فيه ده كترة كتير بتدفع تعوضات وفيه مشاكل كتير بدا حصل ده كترة. ليه? في فعلا بيكون في يعني احنا زوم على وفيه زمالة بس فيه اخطاق طبية. انت غلطان في حاجات يعني انت زي ما تعملش اصلاها كويس. اصلاها والله كتزي الفول. مفيش حاجة اسمها في الطب زي الفول. خليها لها ما يحصل لها الكلمسيا. هدوك في النابة يقولهم زي الفول. انت اعمل بريكلمسيا وطبعا اي حد فينا بيكون اي ما في خوزبتل او في عياته الخاصة بيكون كاتب السكرينينج وبيكون كاتب الفول او اكتب الكلام ده. البيش اتلحص لها ايه لازم يكون عندك تعمل لها تصلاح الضغط في كل زيارة في كل مرة تشوفها. تصلاح الضغط وتعمل لها عشان نشوف البريكلمسيا. احنا عندنا عشان نقال لبريكلمسيا هو ما فيش غيره. الناس كلها دلوقتي متكلم عنه. الاسبرين. الاسبرين بنتديه من الاثناشر اسبوع قبل ستاشر اسبوع لازم تكون بدق لها اسبرين يعني قبل الشهر الرابع لازم تكون بدق لها اسبرين طيب بنتدي ايه من خمسة وسبعين لمية وخمسين. بتديه امتى بتديه في النايت? انا هنا عايز اتكلم هنا عن تلاتة حاجات بس. عشان ناخد بالنا منها. ليه بتديه في النايت? ليه ما بدهوش في الصبح? بديه بالليل لان تقريبا معظم حالات الكارديو ومعظم حالات السي ان اس اللي بسببها من بتحصل في الفجر. يعني بتحصل في الساعة ستة الصبح. فعلشان كده انا بدي في النايت. طيب انا هدو الصبح. في مشكلة عادي عادي في المورن. بس هو الفكرة كلها والأصح انها بتدي في النايت. ليه? علشان هيقلل لك الكمبليكيشن البريكلمسيا وبيتكلم عن المشاكل والمشاكل والكلام ده بتحصل دايما دايما بتحصل في المورن من اربعة صباحا لحد تمانية صباحا. فانت الفترة دي بتغطيها ازاي? ان انا بكون مدي جروعة بالليل. جروعة النايت. فتكون ايام شغالة على دي اول حاجة. الحاجة التانية. انا ليه مبدأها قبل ستة شهر اسبوع? طيب مبدأها من الاول خلص. من اول حمل كده. من اول ما بيحصل حمل اوما انا بدق لها اسبر. ايه المشكلة? يعني. وانا. وممكن الحالة ما تجريش. ويضاع عليها الفولو اوب. او ممكن. طب ليه من سكستين? ما بدأها من الاخر. ما الحالة ممكن اول مرة شوفها مسلا عن اتنين و اتنين اسبوع. ما تكونش اخرت اي حاجة فابدأ لها البرئيك. لا ابدأ لها اسبر. هل ده هينفع? مش هينفع. ليه? انت الاصح بالنسبة لنا لتبدأهم من اتنشهر اسبوع. بعد الشهر التالي. ليه? غالبا 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 غالبا. معظم الحالات اللي زي بيكون فيها يعني ماهوش بس فيه بيبر كلمة عنه. بيعملو ايه? انت الاسبرين والبروفين والكلام ده ممكن تأثر لو هو ميل تعملو هايبوسبادياس. وكمان بتأثر كمان بتسبب لها لبعد كده ايو جي آر. وبتسبب لها مشاكل بعد كده لو هو ميل بعد عن سن خمسين سنة بيكون الاسبر متاونة بتاعه اقل من الطبيعي. فالموضوع مش موضوع بس اللي هو ايه? ما هو ده الصح ما انا هجرب من الاول. لا البرئيك لامسيا الاسبرين الكلام ده كله ابدأه دايما بعد اثناشهر اسبوع بهدف ان انت تبعد عن مرحلة تصنيع او لسه اللي بيتكون فانت تحاول انك تبنع اي آآ ليه قبل ستاشهر اسبوع? البلاسينتو بتبنى عند سكستين. فاي مشكلة البلاسينتو انت لو عايز تلحقها ابدأ قبل سكستين. يعني بعد كده منهوش رول هو هيقلل بس مش يبقى احنا بيبدأ في النايت ليه? وبيبدأ في ستاشهر اسبوع اليوم. الحاجة الثالثة انا ليه بدي اللو دوش? يعني معدي مية وخمسين بدل الاسبرين كده حالو مدي تلتمية مسلا. ما هو يعني بارقة وربنا يباريك لنا كلنا. لأ تلتمية انت كده عملت مستيك كبير. احنا الاسبرين ده بيشتغل ايه? بيشتغل على الحدين مهمين على بروستا سايكلين. وبيشتغل كمان عن السرومبوكزين. طيب احنا الاتنين دول بيعملوا ايه? ده لما بيكون موجود في البلد بيسبب وده لما يكون موجود في البلد بسبب بعض ضالتيش. البرستا سايكلين ده هو اللي بيحمي من فانا لما مدي اللو دوزز بيعمل ايه? بيوقف لي هنا. بيمنع لتصنيع ده. وده اللي بنشتغل عليه الكوكسي بيبدأ اشتغل هنا. يعني بيبدأ يصنع لبرستا سايكلين. فانا باخد الايه? الفايدة بتاعته. طبعا انا هدف تلتمين. انت قفلت المية والهوة. يعني الاسبرين بتدي ده مليوش روم. ليه? قفل الاتنين. ما فيش حاجة بتصنع عليك. يبقى احنا بالنسبة لنا افهمنا ليه? لان ده مهم جدا. ليه بتديد اللو دوزز? وليه قبل ستاشر اسبوع? وليه من اتناشر? ليه مش من الاول? وليه في ده في النيف? طيب نكمل مع بعض الروم بتاعنا. احنا في دكتور كاتب لي هو روتين ندي في كل الحالات? هنعرف ندي في ايدي الوقت. النيس كاتبه هكتب مهمين. ان انت لو لقيت واحد من دول. ابدأ على طول اسبرين من اتناشر اسبوع. الحالة عندها هستوري قبل كده البريئت لامسي. الحالة نفسها عندها هستوري البريئت لامسي. الحالة عندها ميديكال ديزيز. ميديكال. رينال كيدني. عندها اوتو اميون انتفوسفوليبيت سيستيمي كلوبس. روماتويد. عندها ضيابيتس بانواعه. طيب اونو طيب تو. عندها كرونوك هايبرتو. اي حاجة من دول حضرتك لازم مقبر انك تبدأ من اتناشر اشبوع تبدأ لها او من الانتبليتلت او الاسبرين. عشان تحفظها وين? وده لازم انت تحتحفظ. يعني مش تحتحفظ كمتحان تحتحفظ لحياتك انت. هارد. لما تلاقي واحدة هارد. عندها هستوري. لنفسها او عندها هايبرتنشن. يبقى او اول اتش. بعد كده اوتو اميون بانواعها. بعد كده الرينان. بعد كده ضيابيتس. اي واحدة من الهارد دول. لو واحدة هارد انا عمل لها ايه? ندق لها الاسبر. طيب نيجي للمودرد. المودرد ده ايه بقى? انا محتاج اتنين. اتنين من دون اشنة ابدأ اسبر. مش واحدة بس. يعني لازم البشت تكون برايمي. لازم البشت سنها اربعين سنة او اكتر. الفرق بين حمله و حمل عشر سنين. بيتكلم عن البيشنت الابيز يعني نسميها مودرة او البيشنت البيق ماي بتاعها اكتر من خمسة وتلاتين. يعني تقريبا وزنها اكتر من ممت كيلو. عندها فاميلي هستوري. لها اخت. وممتها كان عندها بريق كلمز. او بيتكلم ان هي حمل فتوان. انا عايز اتنين من دول. يبقى احنا بنسميهم ايه? صوفت. يبقى انا ده الهارد. ده الاتنين الصوفت. الصوفت اللي هي مين? اللي هي السنجل. اللي هي ما عندهش اولاد اول حاجة. بعد كده بيتكلم عن الاوبستي. الاوبستي بالنسبة لنا النهاية 35. بيتكلم عن الفاميلي هستوري. بيتكلم عن الفورتي. 40 سنة. 40 وemili هستوري. بيتكلم عن اتنين تي. الحالة عندها حمل في او الو بنتكلم عن اتن عشر سنين ببين حملهم. ده مهم اول دكاترة. مهم جدا جدا لداخل مصي تك屋. اذا كانивают او سكن او حتى اسكي لأي كان زمالة او برض مهم جدا في حياتك العملية انك تبقى عارف مين الحالة تبقى عارف مين الحالة اللي هيجيلها بري اكلمس الحالة الحمل اللي حصل ما بين بيبي وبيبي اكتر من عشر سنين ده مش بس بري اكلمس ده من الحاجات الخطرة جدا بري اكلمس الفكرة بتاعت ان الحمل يكون اقل من ستة شهور او اكتر من عشر سنين ندخل بعد كده هنبدأ الاسبرين من فين من امتى نبدأ اقول له من اتناشر اشباع او ابدأ قابل سيكستين عموما طيب احنا بالنسبة لنا ده النايس خلاص احنا مدركين كلنا الكلام ده انت شايف حضرتك كم جايد لاي نبتكلم الفيجو ايرلندا النايس الاسي او جي كندا كل الكلام ده بتكلموا عن ايه عن الاسبرين كلهم بيقولوا اللي هو من كم بيتكلم من خمسة وسبعين لمية وخمسين في ناس قيت لك خمسة وسبعين في ناس قيت لك واحد وتمانين في ناس علشان كده ليه بنقول الكلام ده بتلاقي بعد العمليات كده بتلاقي كم واحد قاعد ده بيتكلم فهما الاتنون غلط يعني يعني تلاقي في استشاري كبير واستغف كبير يقول لك ايه ده انا هدى خمسة وسبعين هو عادي اكتر من كده هو معتمد على ايه معتمد مسلا عن ومعتمد على الكلام ده وبقول محاضرات بالكلام ده ولو حد دخل تاني قولك ده انت بتكلم كلام غلط هات الدليل لان الطب احنا بالنسبة لنا في مصر فيه كثور جدا في الريسيرش انت اخرج الو واخرق النايس بس محدش عارف الباقي بس في حاجات تانية كتير يعني انا ممكن قد من مية وخمسين في الفيجو في الفيجو في الفيجو قاعدت لك قد مية وخمسين مش معنى كده ما ندد الدوز القليلة ايه حصل مشكلة اقولك منه لا الدكتور ده مدين الدوز القليلة لا فكل الكلام ده طيب انت موفرد تبدأ وامتى الو قاعدت لك من عشرين اسبوع من الشهر الخامس طب ده بعكس الكلام اللي احنا بنقوله ما احنا بنتكلم عن ان النايس بيتكلموا الاس او جي امريكا وبريطانيا من اتناشر اسبوع لحد الولادة البيشن تولد ومتوقفش الاسبرين طيب ما هو في ناس تانية تقولك لا احنا لحد سبعة وتلاتين بس في ناس تانية تقولك لا انا معرفش اتولدها فالموضوع متغير الموضوع متغير طيب انا هندخل برضو في حتة تانية طبعا يعني احنا بنتكلم بس كده هو ممكن اهم حاجة الصوفت والهار بس عشان افهمك حاجة مهمة جدا 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 انت بسهولة جدا لو سمعت كلمتين تبعت حالة حالتين اتعرف تعمل management break claims احسن من اي حد والموضوع بالنسبة لك سهل واخبرة مطرطمة وخلاص لكن اللي انا عايز افهمه من هنا ان احنا نطلع بحتة الكريات انه بيقل في البريجنسي تعرف من حتة ان انت ما انفعش ان انت زميل مثلا اشتغل بشغل تاني according to guideline انت ممكن او تدور على guideline ده لو ملقتوش بيشتغل ده او ممكن ساعة تقول ان هو فيه تأثير او فيه مشكلة لكن بدال طالما مضغط بمظلة guideline ايا كان بقى هي السورس بتاعها هي ايه كندا استراليا الناس دي ما بتهزرش يعني ناخد الامريكا ايه كاتت منزلة ازاي تستخدم الاسبرين في البريجنسي احنا بالنسبة لنا في guideline قولنا soft وهارد احنا بالنسبة لنا في في ال nice في ال RCOG قولنا soft وهارد لو واحدة هارد او اتنين soft لا احنا هنا بقى ايه 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 ال high ان انت اول ما تلاقي حاجة فيهم ابدأ مباشرة ده الناس الماشيين على SOG ان الحالة لو حمل في توقع طيب انت كنت تسأل هل مدرت فالموضوع متغير طيب بيتكلم كمان ان البشانت لو لو اللي زودنا هنا كمان ان البشانت يمكن ده الحاجة اللي اللي زادت طيب في المدرت بقى قلت لك لا مش كده بس احنا هنقول الناس الفقرة الناس اللي عندهم تبتكلم عنهم كل المصريين كل المصريين الناس الناس الاوبيز الناس الاوبيزتي هنا قالك من اول ما تكون اوبيز يعني تقريبا وزنها من اول تمانين كيلو مسلا الناس اللي اول ما يكونوا قبيز ابدأ لهم على طول الاسبرين بنتكلم كمان ان قتلك الناس اللي دايما السماري المصري اللي عندهم ميليانين ابدأ لهم اسبرين بيتكلم كمان ان البشانت عندها هستوري بيبي قبل كده او جي ار او عندها هستوري حمل اللي قبل كده كمان عشر سنين او او حمل بايفي اف طيب ده مكانش موجود اصلا في الناس فانت ما تلاقي حد من الزمله برضو ده اللي احنا عايزين نقوله ان انت الكلام ايوة ده امريكا احنا كنا نتكلم عن الناس الارس او جي يمكن بعض الكتب هتلاقيها ارس او جي هتلاقي فيها كلام معين فهتلاقي اصطف كبير بتكلم عن الارس او جي واحد تاني سمعته من اس او جي ما فيش تعارض بس ده مدرسة وده مدرسة هنيجي مثلا في الابتو ديت الابتو ديت قالك لا هتبدأ بلقي كلامس لأي حد الابتو ديت يعني ده عشرين اتنو تلاتة وعشرين قالك ابدأ لأي حد يعني ابدأ لأي حد البشانت لمقوبي بأي نوع عندها توبس في ثالث البشانت عندها هيبر تنشن عندها رينل عندها قوت اوميون عندها اي مشكلة ابدأ لها مباشرة فالابتو ديت يتكلم بطريقة ثانية هتيجي تبص بقى لأ احنا عندنا الكوزلانت او قالت لك لأ انا حاجة ثانية قالت لك ايه ان اي حالة من دول عندها اي ريسك من دول ابدأ مباشرة الاسبر يعني ايه يعني لو ميتكلم عن سنها اربعين التوينز ميتكلم عن نالبارة ميتكلم عن الانتشن طب احنا عايزين نطلع ايه من الكلام عايزين نطلع ايه كاترة ابدأ اسبرين لكل الحالات طيب ودي بقى الكلام الجديد ودي بقى الكلام الجديد ما عادش في ريسك وهارد وصوفت ده في الامتحناك بس ابدأ للحالات كلها الاسبرين ندخل بالنسبة لنا نمنع ازاي احنا عندنا البيشنت لو خليناها كل يوم نحاول ان هي ووك بس او حتى واحنا بنسميها انسيت اكسرسيز وايه قاعدة في مكانها في الكورس كده بننصح بيها في الضيبات تلت ساعة في اليوم او تقريبا اكتر من ساعتين في المشبهة احنا تقريبا انت بتقلل الريسك كان يجي لها بريكلام ساعة للنص تقريبا فحتة الاكسرسيز ده مهمة جدا 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 يعني دي مع تقريبا قريبا من الاسبر الحتة دي دلوقت بننصح بيها حتة ايه يعني ما تحاوليش ان انت تقعد في اوتنامي او الكلام ده او الراحة التامة والكلام اللي بتقال ده ملهوش اي صحة على القلب ان احنا كل يوم نمشلنا بس كده او بعد كل وقبة نمشلنا خمس دقايق حتة في البيت بس انا عايز ساعتين في الأسبوع بتقلل خمسين فى proces د cocoa ايه كمان بيتكلم عن الاسبرين الاسبرين لما تبدأهم قبل ستاشرة أسبوع بيقلل مهمة يعني انت الحالة تقريبا لو بدأت الاكسرسيز واسبرين تقريبا انت الريسك بتاعك تقريبا اختفى مش كده بس ده احنا البيشونت اللى عندها مشكلة في الويتامين دي والكالسيم لو انت بدأت لها فيتامين دي والكالسيم كويس الحالة دي تقريبا مستحيج الابريكلام سي حاجة تانية اي حالة من دي حاول ان انت عن سبعة وثلاثين أسبوع لو عندها هايبرتنشان توليد عن سبعة وثلاثين ما بتكملش بعد كده هايبرتنشان بأنواع ما يكملش بعد سبعة وثلاثين ماشي يبقى احنا ده ازاي تمنع نبري إكلانت تعالي ناخدهم تاني يبقى انت قلتلي دلوقتي الاسبرين وتكلمنا عنه في النهاية قلنا كل الحالات نبديها اسبرين طيب ايه تاني احنا بتكلم عن الاكسرسايز ايه تالي بيتكلم عن الكالسيم الكالسيم بتبدي للبيشن تقريبا بيتكلم عن جرام لثمين جرام في اليوم تبدأ من عشرون اسبوع ده بيقلل زي ما احنا نسألين دلوقتي حالا خمسين في المية من بري إكلامسيا البريترم حتى المرتبط للبيبي لما بتولد الكالسيم ده المشكلة ان لو حصل بري إكلامسيا فنسبة الهلب بتزيد لكن الكالسيم مهم مهم جدا الكالسيم بالنسبة للأهم من الحديث الكالسيم بالنسبة لنا البري إكلامسيا يعني الحالات دلوقتي بسبب الغلو المعيشة وكده تقولك يا دكتور أنا الكالسيم بأي حلم الأحوال ماشي لان الـ IR انت هتحله هيتحل بلد ترانسوفيوجن هنصرف فيه هتشوف الأنيم لكن الكالسيم الحالة جنب بري إكلامسيا مش طاحت حلها ماشي فالكالسيم بتبدأه عند عشرون اسبوع بعد كده الفيتامين دي انت قلتلي دلوقتي الاسبرين قلتلي الويتامين دي قلتلي الكالسيم قلتلي اكثر سيسا الويتامين دي احنا في فصول الشتاء للأسف الويتامين دي بيزيد ثلاث مرات مقصوة ليه لان ما فيش عندك صنب هو ليه علاقة بأشياء الشمس الويتامين دي اللي ما بيقل بيزود الريسك الستيل بيرس بيزود الريسك الديبيتس عشان كده تلاقي دايما المصريات والوطن العربي دايما بقى دلوقتي عندهم الديبيتس بدأ ينتشر مش علشان بس الريكوست وان الدكتورة عايز يريح باله مش عايز يتباع لأ عشان كمان ان هو ويتامين دي بشانس الويتامين دي دايما هتلاقي كل حالات بتجيلك بإفرازات بستمر بكتيرا فاجانوسيس مش الكاندينا بكتيرا فاجانوسيس الويتامين دي بيمنع بكتيرا فاجانوسيس كمان بيمنع حاجة احنا مش عايزين نفتح عليها بس حاجة اسمها التصادب المتعدل ندخل بعد كده ندخل بقى للحتة المهمة ان الريكوست بتزيد خمس مرات مع الويتامين دي دي في شانس يعني ما يكون في نقص في الويتامين دي خمس مرات الريكوست مهمة جدا دي مهمة حاجة تانية ان البيبي هينزلك لو عندها برضو بنتكلم عن اقل من ربع كيلو وزنه عن الطبيعي لو عندها برضو بيتكلم كمان ان مش كده بس ده مشكلة بنشوفها كتير قوي ان انت يعني الفكرة كلها ان احنا في مصر ده كترة الاطفال كلهم النايب دلوقتي بقى بعمل رصاص وما ببقاش عارف ايه الفرق بين التتين وعارف الفرق بين الاليرجي وعارف بين الويزيز وكل يقول لك يدخل حضانة بسبب ان مفيش تشفيد وبقى ده حاجة متورسة وده بيقول ده وبيسمع من ده وبيسمع من فلان والكلام ده طبعا مستيب كبير التتين مشهورة جدا في الاطفال بطبيعي اللي هو بتجيب في ايه في اول 12 ساعة من الولادة بيبي نفسه كويس ويدخل حضانة الاكيوترس بعد ثلاثة ايام يبقى انت بتكلم عن ان هو ده حاجة وده حاجة عندك الاليرجي الازماتيك البيبي ده يكون عنده او بيتكلم عن ان هو كمان يجيله هو ده بيقل تقريبا لستين سبعين في المية مع الفيتامين دي فالحاجة اللي احنا نطلع بقى من المحاضرة النهاردة انت رايز تمنع بريئك لامسيا بالله عليك ما تنسى الاكسرفايز ما تنساش الاسبرين ما تنساش الفيتامين دي والكالسيم الفيتامين دي بني اديه كامل انت بتدي ربعمائة انترناشنل يونيد او احنا بيتكلم عن عشرة مايكرو جرام اللي هو لو انت بتكلم عن الفيدروب فانت بتكلم عن عشرة نقطات كل نقطة من ده واحد مايكرو فانت بتكلم عن عشرة نقطة في اليوم طيب مش عايز اديها في اليوم كل تلات ايام تديها قطرة كاملة الفكرة كلها الويتامين دي حاجة بتناشر كنية حاجة رخصة جدا هتمنع لك بلو كتير طيب في حاجة تانية بدأت تتصدر من اول الفين واربعت عشر وبدأوا يتكلموا عنها بس مشكلتها ان هي بتعمل ومشكلتها بالسبب ايه لقوا ان مشكلة السفلة ده او ده هو المسبب الرئيسي وسبحان الله لقوا اللي بيشتغل على الكلام ده بيمنع الكلام ده ان هو يحصل اللي هو ايه الميت فورمين الميت فورمين النهاردة بدأ يتصدر ان هو من حاجات الواعدة جدا ان هي مش بس علاج كضيابيتس او جد ام بيمنع البري ايكلمس الميت فورمين بيمنع البري ايكلمس بتدي ازاي بدي دوس سنجل دوس خمسمية او ثميمية ايه بنيديه مع ايه الاسبرين طيب بالحاجات المشكلة الميت فورمين ان هو ممكن يعمل لكتب اسيدوزيس ممكن البيشن ان احنا متكلم عن بيجيلها الكلام ده لكن احنا بننصح به دايما في الحالات الابيز ننصح به دايما في الحالات الهاي ريسك انت لازم تديها متفورمين يعني احنا عندنا دلوقتي نهاية الموضوع حاجات لها افيدنس ان انت فعلا ان البيشن تولدها عند 37 اسبوع لو جالها عندها او مانت بري ايكلمسيام الاسبرين الكالسيوم الميت فورمين في حاجات دلوقتي يعني لها احتمالين يعني ممكن او مش ممكن اللي هو ايه الميت فورمين ما هو الميت فورمين احنا قلنا دلوقتي بس مشكلته ان بدأ ان هو ليه فانا لا انا انا في ريسك عندي فيه عندنا الآن بس ممكن تديه ممكن تديه طبعا من التكلم عن الاكسرصيز طيب الاكسرصيز لان ممكن يزيد معها ان البيل ممكن يزيد معها في جوينت وكل الكلام ده لكن هو من الحاجات الامنة جدا نفيش ايه مشكلة وبنتكلم عن يعني في الحمل لكن الواخد دلوقتي بدأوا تكلموا عنه من الحاجات اللي ممكن تمنع خاصة او او اللي بيش انت عندها معروف اصلا هي عندها من هاي اللي عندهم او فده من الحاجات اللي بتقل في البريكلمسيا يبقى احنا عندنا كل الكلام ده يحسن ويمنع ويبدأ ان انت تطبق وتشتغل عليه هتلاقي نتاج كويسة الحاجات ملهاش اساس من الصحة وتلغت تماما من الروحة التمة احنا ومن نتكلم ده ماشي الامجاسري ملهوش هو الفوليك اسد ملهوش هو في بس هو طبعا الفوليك اسد من الحاجات اللي بتمنع مش بس الفوليك اسد في مصر عموما والناس كلها فاكرة ان هو ده بتاع التشوهات انا عايز اقول لحضراتكم احنا غلطانين ليه؟ لانه لو عايز تمنع التشوهات بتبدأ بشهر او ثلاث شهور قبل الحمل لانه ده بتتكون عند ستة وعشرين يوم ستة وعشرين يوم من الحمل يعني الام اصلا بتبدأ تجي بتقولي يا هادي ازايك يا دكتور انا حامل صباح الخير مساء النور الحالة بتبقى خلصت اصلا ستة وعشرين يوم ما بتلحقش تديها فوليك اسد طب انا بدي فوليك اسد ليه في اول تلات شهور مش علشان كده بس علشان الليم بيمنع مشاكل الليم بيمنع الكارديوغاسبر بيمنع كمان اللوكيميا كل الكلام ده في تلات شهور بيمنع في الظهيمة بيمنع بيحسم الـ IQ بيمنع النيوروب لستوم بيمنع السئ الناس كمبليكيش كل الكلام في الفوليك هو ده الفوليك ماشي فوليك ده علاج الغلابة الفوليك ده مشكلته او ان احنا متخيلين ده من اسئلة برضو الدكتوران اللي فيها اقولك ده فوليك اسد ده متخيل من الموضوع اللي هو الفوليك اسد في نيورت يوم بس كده وتمام التمام وهيدوز وخلاص مع السلام لا الموضوع اكبر من الكلام بتاعنا يعني الـ الويتامين سي والويتامين دي والويتامين اي والسلينيا مكرم ده بدأوا اشتغلوا عليه فعلا وفيه الدراسات عليها بس مفيش يبقى احنا عايز نطلع بالموضوع ده ايه المهم بالنسبة لنا وهنلخصه في مهات المحاضرة زيدي ايه للحالة ان شاء الله هنسيبه المحاضرة الجاي يبقى احنا نمنع ازاي انت عندك الاسبرين الكالسيا ده بالنسبة لنا في حاجة مهمة جدا جدا لما تلاقي الحالة عندها بريئي كلمسيا او البيشنت دي لقيت ان هي عندها بروتنوريا البيشنت عشان تعمل بروتكشن احنا بنديه هنا ده علاج ده اللي هو الاسطال بتاخد يعني صبح وليه عن نص كوبات ماجي يبقى احنا بالنسبة لنا ان الاسطال ده من حاجات بروتكشن في الرينا الكدمي فبتبدأ بتديه لو الحالة من الكلم عن الكريات بتاعك اكثر من بوينت فايف او بتكلم ان عندها بروتنوريا ماشي فبتدي ايه ان هو تحمي البيشنت عشان الحالة حالات كتير يمكن اشهر سبب البيشنت اشهر سبب او الحالة بتدخلها بعد الولادة اللي هي البيشنت بتاعنا ازاي هنسيبه ان شاء الله المرة الجاية احنا هناخد تريتمنت او البروفاكسي للبريككلمسيا ودي ممكن اهم حاجة في المحاضرة النهاردة ودي ان شاء الله تريتمنت محاضرة بسيطة ان شاء الله هتبقى مرة جاية البروفاكسي للبريككلمسيا احنا هنتكلم فيها عن حاجات مهمة جدا لازم نطلع بها النهاردة اول حاجة ما تنسهاش اللي هو الاسبرين الاسبرين ده بندي ازاي هتديه في النايت هندي اللودوس اللي هي من خمسة وسبعين إلى مئة وخمسين ويهي بنتكلم عن ان هو قبل ستة عشر عشر نيويزلندا بيحب او يبدأوا من حداشر عشر ماشي؟ ابدأوا عادي الفكرة كلها مفيش عموما فيهم كلهم قالك ابدأوا من اولهم في الحمل ايه المشكلة؟ المشكلة اللي هي يبقى منادي و ده مين اللي هناخد؟ مين اللي هياخد؟ لو انت ماشي عن مايس بنتكلم عن هارد و صوفت واحدة هارد و اتنين صوفت الهايرب what they call it دي او بيتكلم عن الوتووميون باتتكلم عن الرينال بتتكلم عن الوتووميون بأنواحها كلها يبقى ده الهايرد الـ اللي هي ما عندهاش اولاد اللي هي البرايمة اولان لبارة. بتكلم عن عندها اكثر من خمسة وثلاثين البي امي او احنا متسميها مودرة او بتكلم عن عندها لها اخت او لها ام كان عندها او عندهم امراض قلب او دي بيتس او كلام ده. بتكلم كمان عن سنناها اربعين سنة او اكثر. واخر بالنسبة لنا اللي هي او الفرق بين حمل وحمل عشر سنين. لكن يعني ده على حسب النيس. والنيس عموما يعني يمكن من اسوأ المدارس في الميدكال. يعني النيس يمكن لان ده يمكن جي تجي. يعني عايز يتعمق في الميدكال ميدسين اللي ما ترنا ميدسين ولا يعتمد على جي تجي ولا النيس. ولو ما فيش فهم علم عموما. فاحنا بيتكلم عن ده النيس لكن لان حاجات تانية بتتكلم عن لازم تبدأ ومنصحوا بيها. خاصة دلوقتي بدخليني الناس اللي بفرقت الناس اللي عندهم فقر الناس البلاك الناس اللي بتكلم عن عن لك التوينزي ده هيرس. بتكلم عن كل الكلام ده النايس ما كابش سيرته عموما. طيب يبقى ده اول حاجة الاسم. بعد كده الكالسيوم. الحالات اللي عندها كالسيوم انت بتبدأوا واحد ونص لاثنين جرام او جرام لاثنين جرام. المشكلة ان الكالسيوم الموجود في السوق دايما بيكون ستمية. فخلي بالك من حاجة دي. يعني دايما الكلسيوم الموجود تلاقي حد جاي لك كده والكلسيوم بتاعنا مش عارف ايه والنتائج مبهرة وهو على الله حكايته وهو مش فاهم حاجة. انت الكالسيوم لازم يكون على الاقل واحد جرام على الاقل في اليوم. طيب هو خمس ومية هتدي اتنين. ننفعش اقل من كده في الكالسيوم. طيب بتبدأوا قبل عشرين اسبوع. احنا عايزين ساعتين في الاسبوع. بأي حمي الاحوال. ساعتين في الاسبوع. الفيتامين دي. الفيتامين دي بيتكلم عن ان انت بتدي ربعمية او منتسميها عشرة في اليوم. ده من الحاجات اللي بتمنع اللي حصل لها باقي تلابس. عندنا حاجات تانية تكلمنا عنها كده. قلنا الميت فورمين. العلاج الواعي ديك المشكلته انه هو لمشاكل كتير. فمش كل الحالات لكن الحالة لو قديز او هاي ريسك للضايبيتس كمان انت ممكن تستخدم الميت فورمين. حاجة كمان برضل ان الضايبيتس احنا نستطيع نقول دلوقتي هارد. الضايبيتس من الحاجات الاساسية اللي بتسبب انه ممكن حصل لها بريق لمسي. مع الميت فورمين كمان في حاجات تانية قلناها اللي هو حاجتين قصد بعض كده. قلنا برغم انه هو لكن دلوقتي اللي هو باخد دلوقتي او بدأوا يعملوا عليه دراسات ما هو لقوه انه هو الى حد ما سيف في الحمل. لكن برضو بتخليه في كاتيب المعين. واخر حاجة بالنسبة لنا ان انت بتديها الحاجة للميكوليتيك عشان احنا هنقف لحد كده ان شاء الله ولو في اي اسئلة مع حضراتكم اتفضلوا لو في حد عايز يسأل في اي حاجة. هو لانه لانه الاساسي سيستير من الحاجات النيفرو بروتيكشن لانه هو بحصله يعني بحصله زي تدوير او بحصله بتاعه في الرينا. فمن الحاجات المهمة جدا مش بس في الكبني ده هو كمان من الحاجات اللي بتحمي في الريسبيورتو تراكب. فرق الحمل اكتر من عشرة سنة هيفرق في ايه؟ هيفرق ان زي ما احنا بنقول هاي ريسك لي مش بس بريككلمسيا هاي ريسك كمان الايو جي اار والاي اوف دي. روتين اد اسبرين ما احنا قلنا الموضوع الاسبرين له. شكرا لكم وان شاء الله نشوفكم على خير نأفرح الدكرة النهاردة عشان وقتنا وعشان برضو ما نكونش